أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة قرعة علنية وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينتي حضائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابا لأكثر من 260 أسرة من سكان جزيرة الوراق اختارت وحدات سكنية بديلة فرحة عارمة تلك التي بدت على وجوه العشرات من أسر جزيرة الوراق خلال تسلمهم مساكنهم الجديدة 250 أسرة من سكان الجزيرة اختاروا مشروع الإسكان البديل عوضا عن حياتهم السابقة بالوراقة وفرنا عدة بدائل تعوضية مختلفة لأهلنا في جزيرة الوراق للعمل على تلبية جميع رغباتهم تبقى لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ومن ضمن المحاور التعوضية اللي هي محور السكن البديل بالمدن الجديدة والمناطق المختلفة وإحنا النهاردة إن شاء الله إحنا بصدد إجراء الأورع رقم 29 إذا ما سعدتك هتشرفونا وتحضروها معنا نهاردة بنشرفنا 266 أسرة من أهلنا في جزيرة الوراق اختاروا هذا المحور حياة جديدة كريمة منمقة ومنظمة حياة جديدة كريمة منمقة ومنظمة بأسلوب جديد ومريح وعصرية في سكن متكامل الخدمات والمرافق وبأسعار التكلفة الفعلية وقت الإنشاء وبأنظمة سداد طويلة الأجل أو قصيرة لمن أراد السداد المعجل أو التقصيط البسيطة متسجلة الشواء والمساحة بتاعتها 90 متر وفيها كل الأجهزة سوى الكهربائية أو الخشب كل حاجة موجودة بصراحة لقيت في فرصة أن أقدم في شاعة ساكن مديل في مديل سيت أكتوبر الجديدة وطبعا كان فيه ثلاث مناطق أنا اخترت المنطقة اللي هي مناسبة لي والمنطقة دي طبعا شايفة أنها بشكل كومباوند في منطقة جميلة تعتبر بيتحدث عن نفسها أنها فيها خدمات ومرافق عن الجيل الرابع فطبعا أنا ما أخرج من مستوى من مثلا جزية الوراء لمكان زي دون طبعا دي حاجة كويسة ليا وفخرة ليا ومستقبل ليا ولعيالي توجيهة حازمة من القيادة السياسية بأن تكون الشقق الجديدة متضمنة لكل سبل الراحة والإعاشة الجيدة ليبدو واضحا من خلال تلك التوجيهات الهدف الذي تبتغيه الدولة بتوفير الأفضل دائما لكل مصرية ترجمة نانسي قنقر